في العراء يمضون ليلتهم مشهد لم يتوقعوا رؤيته حتى في أسوأ كوابيسهم يتركون البيت والمال لملاجئ لا يعلمون عنها شيئا ولا يعلمون متى العودة للديار بين ليلة وضحاها قضى ألاف اللبنانيين ليلتهم في العراء بعد أن فروا من منازلهم في ضحاية بيروت الجنوبية على وقع غارات إسرائيلية كثيفة جعلت ليل سكان المنطقة أجبه بكبوس طويل تعلينا ليلي صعب كثير مثل أي عالم فلو منونيك صواريخ فوق بيتنا صوت ولاد مستحيل انساها صواريخ فوق بيتنا كمان مستحيل كمان تمرق تغطر عبالة توصلت الغارات الإسرائيلية على الضحاية الجنوبية معقل حزب الله طيلة ساعات الليل وطالت مناطق عدة داخلها وعلى أطرافها بينها أحياء أنذر الجيش الإسرائيلي سكانها اتباعا بإخلائها خلال ساعة الليلة ورغم حلول الظلم كان الوهج الذي أحدثته الانفجارات كفيلا بإضاءة سماء المنطقة مع اشتعال النيران في وقت تردد صلى الغارات في بيروت ومحيطها طيلة الليل في مشهد غير مسبوق منذ الحرب التي خضها حزب الله وإسرائيل صيف 2006 بدت المنطقة بعد توقف الغارات في ساعة الصباح الأولى أشبه بساحة حرب منكوبة مع استمرار تصاعد صحب دخان من أنحائها وتوافدت تجمعات السكان على الطرقات فرارا من تجدد الغرض في أي وقت وسط حالة إرباك وهلع وغضب وأعلنت مدارس ومساجد وكانائس فتح أبوابها ليلا في محاولة لاستعاب تدفق النازحين وسط بيروت كما على الكرنيش البحري وفي أحياء عدة من العاصمة تجد عائلات بأكملها أمضت ليلتها مع أطفالها في الخلاء وافترشت الحدائق والأرصفة في مشهد لم تألفه العاصمة اللبنانية منذ زمن وفي ساحة الشهداء توزعت عائلات في كل ناحية مع سياراتهم وبدت ملامح الإرهاق والتعب واضحة على الوجوه بينما أمضى أخرون ليلتهم على الأرض تحميهم أغطية خفيفة نزح أكثر من مائة ألف شخص في لبنان هذا الأسبوع مما يرفع إجمالي عدد النازحين في البلاد إلى أكثر من مائتي ألف أما المستشفيات الواقعة في ضاحية بيروت الجنوبية فأجلت مرضاها غدات الغرات الكثيفة ودعت وزارة الصحة المستشفيات في بقية المناطق إلى توقف عن استقبال الحالات غير الطارئة حتى نهاية الأسبوع المقبل وذلك إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت ما أجبه السيناريو ببدء الحرب على غزة نزوح وتهجير قصري وإخلاء للمستشفيات وفتح ملاجئ وفرار من القصف الذي دمر مباني بأكملها في بيروت وكأن إسرائيل تسعى لتكرار سيناريو غزة على أرض لبنان